يوم الجمعة الأول من كل شهر موعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي يترقبه البيت الأبيض بفارغ الصبر في فترة حرجة لجس نبض الأسواق واختبار مدى تجاوبها مع خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإخراج البلاد من أزمة الجائحة وتداعياتها اقتصادنا يتحرك هذا الصباح علمنا أننا استحدثنا 531 ألف وظيفة في شهر أكتوبر وهو ما فاق التوقعات وعلمنا أن الوظائف التي استحدثت في شهري أغسطس وسبتمبر تجاوزت الأرقام المعلنة سلفا بقرابة 250 ألف وظيفة إن مجموعة الوظائف التي استحدثت خلال الأشهر التسعة الأولى لإدارتي وصل إلى حوالي 5 ملايين و600 ألف وظيفة جديدة وهو رقم قياسي بالنسبة إلى أي رئيس جديد وبعد سلسلة أرقام مخيبة للآمال سجل شهر أكتوبر استحداث 531 ألف وظيفة جديدة وتراجعة معدل البطالة إلى 4.6% مؤشر قوي على استعادة الاقتصاد الأمريكي لزخمه عازه بايدن إلى توسيع عملية تطعيم ضد فيروس كورونا وفرض إلزاميته في بعض القطاعات في الأشهر الأخيرة بدأنا تنفيذ إلزامية التطعيم من أجل تقليص عدد البالغين غير المطاعمين في البلاد من 100 مليون إلى 60 مليون شخص وهذا أمر جيد ليس للصحة فقط بل للاقتصاد أيضا إنجاز مشجع في بداية الربع الأخير من العام رغم أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي وجه حالة من عدم اليقين بسبب اختناق سلسل الإمدادات وارتفاع الأسعار بيانات والوظائف لم تتلج صدر الرئيس الأمريكي فحسب بل كان لها أيضا أثر إيجابي ملحوظ على آذاء العملة وأسواق البرصة الأمريكية بعد فترة من الاضطرابات هشان بورار الخورة البيت الأبيض اشتركوا في القناة